موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق وبإمكان حضراتكم مشاهدين أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة نبدأ مشاهدين الكرام فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تتجه معظم دول العالم نحو تأهيل وتطوير القطاع الصحي وتوفير البيئة الصحية الأمثل لمواطنيها أما في العراق فإن القطاع الصحي يعاني من التعثر والتخلف بعد عام 2003 فهو منهار منذ عشرين سنة وتحول دون نهوضه صعوبات جسيمة وتحديات جمة وفي مقدمتها الوضع السياسي والأمني والاقتصادي كما تفاقم ذلك البنية التحتية المتهالكة لهذا القطاع الحيوي بسبب الفساد الكبير والإهمال الممنهج وظهر هذا الواقع المنهار جليا مؤخرا حينما غمرت مياه الأمطار عددا من المستشفيات ففي محافظة البصرة بيّنت صور من هناك اجتياح الأمطار لباحة طوارئ المستشفى الجمهوري في المدينة في مشهد بات يتكرر كل عام دون أن تتخذ السلطات أي تأجراءات لمنع تكرار هذا الأمر دعونا نشاهد دعونا نشاهد مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام في غضون ذلك اجتاحت مياه الأمطار الممرات والغرف وطوارئ مستشفى المناذرة في محافظة النجف وذلك بعد هطول أول زخة مطرية فيها وتنقل ناشطون لقطات تظهر محاولات عمال النظافة في المستشفى تصريف مياه الأمطار داخل أرويقتها دعونا نشاهد شكرا اشتركوا في القناة موضوع مشاهدين الكرام تواجه حكومات الاحتلال المتعاقبة بعد 2003 اتهامات باهمال ملف الخدمات وعدم تطوير شبكات الصرف الصحي في بغداد والمحافظات وذلك ما تسبب بغرق الشوارع مع اقل موجة امطار والاكتفاء بتعطيل الدوام الرسمي دون اعتبار للخسائر المادية جراء هذا التعطيل المستمر للعمل والدراسة ففي محافظة النجف غمرت مياه الامطار المستشفى الالماني الذي لم يمضي اكثر من عامين على افتتاحه في مشهد اخر من مشاهد الاخفاق الحكومي لنشاهد مشاهدين دعونا نستعرض بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع ابو اثير الاعرجي يقول ما شاء الله اذا مستشفى ويخر والله فضحتونا يا حكومة والله عيب عليكم بس مال سرقات وفساد ونهب حسبنا الله نعم الوكيل تعليق من مروة تقول هاي تقنية جديدة بالمستشفيات تخليك تعيش الواقع عيوني مطر داخل المستشفى شتريدون بعد تعليق من بشير يقول هذا مو انجاز ليش تقولون ماكو انجازات لو تفترون العالم كله ما تلقون هيش انجاز طبعا بشير يتهكم على ما يجري الان في العراق علي يقول فقط بالعراق بالصيف المستشفيات تحترق وبالشتاء تغرق طيب لدينا اتصال من السيد ابو علي من لندن فضل يا ابو علي حياك الله يا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني ما اعرف كل هذا الفشل بالنسبة لذول اللي الساد جاي معلقون صورهم مع الرشحونة 20 سنة من فشل الى فشل نعم من اتوى الى اتوى وكل الوقاحة والقدارة جاي رشحون نفسهم مرة الخامسة نعم ما اعرف وامس عمار الحكيم جاي يخطط امام الدول اللي قدامه دول اللي يطيهم فلوس نعم ها؟ يقول انتو جاي قا يتوقفون عجلة العمار وعجلة الزهار مند كاي يقوله انتم جاي توقفون عجلة العمار لطوابة اي عمار انتو جاي تشتون عليه نعم عشرين سنة من فشل إلى فشل ما تستحون معيب عليكم والله لو غيركم ناس بس أنت مبجر شاب تحتدرون من الشعب العراقي أريد أتناقش نقطة طبعا تحدث الفيضانات في كثير من دول العالم المتقدمة المتطورة الدول اللي عندها بنية تحتية جيدة لتصريف مياه الأمطار تصير بها فيضانات نظرا لغزارة الأمطار أحيانا مواطن عراقي رايح للإمارات الدبي ومصور مشهد لفيضان أحد الشوارع في دبي ويقول لك هاك باوع حتى دبي تفيض بالأمطار أو تفيض بالمياه هو النقطة هنا والسؤال أنه بعد ما تفيض هذه الشوارع سواء كانت في دبي في تركيا في الأردن في الدول الخليجية وين تروح هاي المياه ألا يتم الاستفادة منها عن طريق تغذية البحيرات عن طريق تغذية الأنهار إحنا بالعراق هاي المياه تروح تتصرف إلى شطة العرب وتروح تنتهي تختلط وياه وياه مياه البحر ما عدنا آلية للاستفادة من هذه الخيرات هذه الأمطار اللي نستطيع أنه نغذي هاي الأنهار نزق الزرع نحاول أن ننعش هذه الأرض اللي تصحرت ليش ماكو استثمار لهذه المياه اللي هي رزق من رب العالمين وإنقاذ اللي وضع العراق المأساوي الآن أستاذ محمد مو شغلت فيضانات مثل ما تفضلت إده هاي الدول العظمى هم يصير فيضانات هم يصير بطرين مثل كذا نعم بس المشكلة فاشلين من كل النواحي من كل الجوانب يعني مين تلزمها من الزراعة من الصناعة من التعليم من الطيب فاشلين من كل الجوانب عمي أنا أقول لكم أنتوا إذا عدتكم شرف إذا عدتكم غيره لك عم استقيلوا خلصونا من شركهم شن هالبلاء اللي ابتلينه بكم نعم أنتم وعماهمكم ومراجعكم وميليساتكم وأحزابكم التال سنية التال شيعية التال كردية التال عربية نعم إذا عدتكم شرفوا استقيلوا بس ما عدتكم شرفوا شرف ما عدتكم زينا ما عدتكم شكرا نعم أشكرك سيد أبو علي من لندن أقدر طبعا انفعالك وعصبيتك دعوات كثيرة من العراقيين لمقاطعة هذه الانتخابات لمقاطعة هذه العملية السياسية لرفض هذه الأحزاب للمطالبة مثل ما تفضل أبو علي للمطالبة باستقالتهم شنو السبب اللي مصرين بعدهم بالتمسك في هذه المناصب وهذه الأماكن اللي يدي جنون منها هذه الأرباح وهذه الثروات اللي صارت عن طريق هذه المناصب ليش مستمرين انتو دا تسمعون الناس ودا تشوفوهم بعينكم بالانتخابات يرفضون المشاركة إذن هم يرفضون وجودكم يرفضون وجودكم داخل العملية السياسية نكمل مشاهدين الكرام مع ما لدينا من مواضيع ودعونا نأتي إلى استغلال السلطة واستغلال ضعف القانون حقيقة في عملية التجاوز على القانون من قبل ائتلاف دولة القانون هو نموذج من نماذج كثيرة منتشرة في العراق لم تمضي أكثر من 24 ساعة على حادثة دهس رجل مرور في العاصمة بغداد على يد سائق سيارة مظللة حتى توضحت معالم القضية والجهة التي يعمل فيها هذا السائق الذي انتهى به الأمر معتقلا خلف القطبان بسبب الضغط الشعبي وغضب الرأي العام طبعا بداية القصة كانت عصر يوم أمس قرب منطقة نفق الشرطة في حي الجامعة الغربي العاصمة بغداد حيث حاول رجل مرور اعتراض سيارة من نوع دفع رباعي مظللة هي سيارة متسوبيشي باجيرو وحاول تحرير مخالفة بحق صاحبها نتيجة حادث مروري بسيط لكن سائق السيارة المظللة أبى أن يتوقف وقام بدهس رجل المرور بسيارته وكما قلنا هي من نوع متسوبيشي باجيرو سنأتي لماذا أكدنا على هذا النوع فيما بعد فر صاحب هذه السيارة بعد أن دهس الشرطي المرور هاربا إلى جهة مجهولة دعونا نشاهد المقطع الذي تم تدوله بشكل واسع في العراق لعملية دهس شرطي مرور في بغداد موسيقى 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 إلى الآن شاهدتم المقطع الذي تم تداوله يوم أمس بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي هذا هو شرط المرور الذي تعرض للدهس مع وزير الداخلية طبعا جرى اللقاء بعد ساعات من هذه العملية بسبب الضجة التي أحدثها هذا الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي إذن لم تمضي سوى ساعات حتى قام سائق السيارة بتسليم نفسه إلى الشرطة ليتم اعتقاله على خلفية اعتدائه على رجل المرور الذي نجى من موت محقق وفقا لمصادر صحفية إلا أن وزارة الداخلية كان لها رأي مختلف بعد أن أعلنت اعتقاله بعد متابعة كاميرات المراقبة وأظهرت تسجيلات مصورة أكد فيها الشخص المعتقل أن السيارة عائدة له وليست تابعة لأي جهة حكومية دعونا نشاهد سيارتك ليش بدون رقام بيها رقام مواقس بس خلفي وما بيها ما بيها رقام ما بيها رقام ومضللة شخصيا مالتك شخصية وليس سويت هذا ضربت بشارك شنج ضربت بشر هذا واقف وقد واجبة القضاء هو اللي راح يصرفويا والقضاء راح حكمك وتاخذ جزائك العادل كنت مع عائلتي من بيتي رايح لحي الجامعة كان عندي شغل فصارت مشاجرة علينا فوق الشرطة مع أحد السيارات فجأت بظهور مرور رجل مرور لي كان تواجل بالتقاطئ يستوقفني أنا كنت على عجلة من أمري فبردت وطلعت جن زي سيارتك كانت مغللة نعم مغللة وبدون لوح نعم سيارة خاصة لحكومية لا خاصة عجلة سيارة خاصة مالتك وكانت مغللة وبدون لوحات تسجيل وقبت بدأس رجل مرور وعفت وقلعت بشارك نعم انتبهوا مشاهدين الكرام على هذه الملامح وإن كانت قد تعرضت إلى التشويش حفاظا على سرية التحقيق ربما أو ما إلى ذلك من هذه البيانات لكن الملامح تبدو إلى حد ما هي ملامح واضحة رجل بشارب عريض وهو أصلى تمام إذن إلى الآن هذه الملامح واضحة دعونا نشاهد المقطع الآتي الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا وثيقة تبين أن سائق هذه السيارة ينتمي لحماية النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي وهو يحمل كتابا رسميا من مكتب النائب مهند الخزرجي التابع إلى اتلاف دولة القانون يمنحه الصلاحية بالتجول في سيارته المظللة داخل وخارج بغداد وهذا أيضا دليل على تزييف الحقائق الذي مورس للملمة هذه الفضيحة من قبل وزارة الداخلية ومن قبل ربما النائب أيضا كما تلاحظون مشاهدين الكرام أمامكم هذا الكتاب هو إعاز إلى كافة مفارز وزارتي الداخلية والدفاع والعمليات المشتركة الموضوع وتسهيل مهمة كما ترون بأنه يرجى تسهيل مهمة السيد زياد إياد نهاد بقيادة العجلة المظللة المرقمة كذا برقم 16088 جين بغداد خصوصي من نوع متسوبيشي باجيرا وهذا الذي قلناه في بداية المقاطع عندما ذكرنا نوع السيارة لكي يتم التأكيد على نفس النوع هي من موديل 2010 أبيض لونها داخل وخارج بغداد أسمح له بالتجول أثناء وبعد الدوام الرسمي كون الموما إليه أعلاه ضمن طاقم حمايتنا ضمن طاقم حمايتنا تمام؟ في أي تاريخ؟ في تاريخ الثاني عشر من شهر الثامن 2023 شهر أب تمام؟ وهذا توقيع النائب مهند الخزرجي نستمر في هذا الموضوع مشاهدين الكرام بعد أن أصبحت هذه الحادثة حادثة الدهس لشرط المرور هي قضية رأي عام بادر النائب مهند الخزرجي بتبرير الأمر بذريعة أنه يبدو أو بذريعة واهية كما قال النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أنه أصدر قراراً قبل شهرين بإنهاء خدمات هذا السائق وذكر النائب في بيانه أن الشخص المعني بهذا الحادث ليس من ضمن طاقم الحماية المخصص لها من قبل مجلس النواب وهو تابع لشركة أمنية خاصة تم الاتفاق معها قبل فترة ومنح كتاب تسهيل المهمة لظرف معين وتم إلغاءه في نفس اليوم وأشار النائب البرلماني إلى تحركه قانونياً لمقاضات الشخص المدان لاحتفاظه بكتاب تسهيل مهمة منتهي الصلاحية واستخدامه بصفته الشخصية وبسيارته الشخصية لكن تساءل النشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الأمر إذا كان كلام النائب صحيحاً بخصوص إنهاء عمل السائق فلماذا ظهر هذا السائق قبل أربعة أيام برفقة النائب مهند الخزرجي خلال جولته للترويج لقائمة دولة القانون الانتخابية لنشاهد وطلعنا في صيغة قانونية وعرفنا وانتمسنا منهم وأنهم معظم بإنهاء الإحالة وإحنا عدنا الأدلة والمستندات القانونية على هذه الشركة وتركؤها والمشاكل العدية إضافة إلى أنه حالة موقف القانون فعليه إن شاء الله بسألة لقت تابعيني الموضوع وما يسيق إلا خاطركم طيباً هذا هو الشخص مشاهدين الكرام الذي كانت لقطته قد ظهرت قبل قليل مظلل الوجه كما تلاحظون الملامح واضحة ولا تحتاج إلى إضافات منها لا تحتاج إلى توضيح أكثر كما تلاحظون شارب عريض وهو رجل أصلع الرأس نفس الملامح نفس الأوصاف طبعاً وتم تداول هذا المقطع بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أربعة أيام من الحادث يتجول مع النائب البرلماني الذي دعا أنه قد أنهى خدمات هذا السائق قبل شهرين وأن هذا السائق ليس من ضمن طاقم الحماية نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع علاء الف هداوي يقول إذا بالحماية ومستهتر لو تصير بمنصب ش تسوي والله أكو ناس مال هتشارة تعليق من حيدر يقول دولة القانون هم أول من يخالف القانون اسم على غير مسمى محمد يقول هس يطلع أبو إسراء مثل الورد حفاظا على اسم دولة القانون وتعليق من وحيد يقول هي كل الطلايب من دولة القانون لا والحلوة شعارهم دولة القانون خلونا نسمع مشاهدين الكرام رأيي السيد مصطفى من بابل تفضل يا مصطفى أهلا وسهلا سيد مصطفى تفضل أنا يوم أمس هم انتصرت عليكم واليوم ما في أن هاي المناشدة من غير عام وهذا الشرط المره يوم هو خادم الشعب يوم ما بخدمة الشعب بخدمة المواطن بخدمة المسؤول نعم بخدمة كافة الصنوط نعم بدون ذكر أساني خدمة كافة الصنوط تحية وإجدال واحتراما إلى معاني وزير الداخلية عبد الأمير الشملة الفريق الأول الركن هذا هيتش شخص أسد العراق يلا قد لأن فورا فورا ما كان خلى الشخصية تروح عنه فورا جابه تحية وإجدال واحترام إلىه هيتش قادة نفتخر بيهم وأنا بصفتي مواطن وليس عسكري فأدير التحية أقول هيتش شخص مع كل احترامي يعني الشرط مرور نواقب بالتقاطعات نظر نسير إليك يا أخ نعم ليش الضحة ليش الضربة بس أتبع على شغلة وحدة تفضل أتبع على المواطنين الذين كانوا واغنين المال حقه والباجيره المضللة وبدون لوحات كملت يا مصطفى؟ نعم نعم طيب أريدك تبقى ويايا إذا تسمح إذا ما كان عندك رصيد حيكفي راح نخابرك ضروري بعد هذا المديح والثناء اللي تفضلت بي لوزير الداخلية أريد من حضرتك عندي بعض الأسئلة طبعا أريد أطرحها وأريدك تشاهد ويانا وتسمع بعينك الخروقات الأمنية الموجودة في العراق اللي نسأل عن دور وزير الداخلية في إنهاء هذه الظواهر ومنها هي ظواهر حمل السلاح وإطلاق الرصاص العشوائي والنزاعات العشائرية أنا عندي سؤال سيد مصطفى ليشو السلاح اليوم منتشر في العراق بشكل كبير جدا لماذا لم يتم تدخل من قبل وزارة الداخلية بوزيرها الحالي في سبيل حصر هذا السلاح بيد الدولة وإلقاء القبض على العشائر اللي دتتصارع بالجنوب هذا السؤال الأول طبعا ماذا؟ دعوبيك على لو أدك السلاح تفضل أول شيء يوم نقول أدنى دولة إن شاء الله يكون دولة وعلم وموجودة للوزارات وموجودة القيادة لكن اليوم قاعد واحد لا يستطيع يصفظ ممكن اليوم قاعدين أم ثلاثة يصفقون سوى عبد الأمير الشمر اليوم وحدة بالساحة حصرا وحدة بالساحة بس لحظة بس لحظة عفوا يعني شنو وحدة بالساحة أنت تعرف على منه تتكلم عن وزير الداخلية يعني أنت ماذا تتكلم عن موظف في دائرة حكومية أو يعني ساعي بريد مثلا أو مدير عام أنت تتحدث عن المعنى الأول باستثباب الأمن داخليا في العراق صاحب الصلاحيات المطلقة في هذا الشأن يعني شنو وحدة حاليا بيشتغل بس أكود أشخاص ما قاعد يخلوه يشتغل الصغل الصحيح من أموة؟ يحفرون جواه من أموة؟ قاعد يوقعوه قاعد يوقعونا بنقرة هذا وزير طيب قبل عبد الأمير الشمري الوضع في العراق شلون من الناحية الأمنية؟ إن شاء الله نقول الأحسن لا 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 قبل عبد الأمير الشمري كيف كان الوضع من الناحية الأمنية؟ الخطة العذكرية أو الخطة المدنية تخطوها؟ الأمنية من ناحية أمان المواطن وهو دا يعيش بنص الميليشيات والعشائر المسلحة هل كنت تشعر بالأمان سيد مصطفى؟ والله أنا قاعد بيجاتي وما أشعر بالأمان رحم الله وبرك طيب اليوم 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 وأنت في ظل حكومة محمد الشيع السوداني وفي ظل وجود عبد الأمير الشمري هل تشعر بالأمان من أن أنت عائلتك أو أنت قد تتعرض إلى دقة عشائرية قد تتعرض إلى تهديد من قبل من يحملون السلاح اليوم في العراق؟ هل تشعر بالأمان اليوم سيد مصطفى؟ اليوم لا نشعر بصورة عامة المواطن لا يشعر بأمان رحم الله وبرك إذن في ظل عام كامل من حكومة محمد الشيع السوداني وعام كامل من عمل وزير الداخلية الحالي وأنت بعدك ما تشعر بالأمان؟ السؤال هو ما الإنجاز الذي تحقق بهذا الشأن؟ هذا تسأل معني أنت مواطن دخلت وأنت تمدح إنجازات وهذا الرجل تمدحه شخصياً وتمدح وزارته السؤال أنت تقول أن اليوم بشكل عام العراقيين لا يشعرون بالأمان إذن ما هو دور وزير الداخلية؟ هذا شيء خاص وشيء صغير مقارنة ببلد كالعراق بهذا التعدد و بهذه المحافظات و بهذا العدد السكاني أنت اليوم حضرتك لا تشعر بالأمان صحيح؟ إذن السؤال ما هو دور الأجهزة الأمنية والوزراء الأمنيين والعسكريين في حماية المواطن؟ هل شفت منهم أي دور إيجابي حتى يخلوك تشعر اليوم بالأمان؟ دور إيجابي ما شفت من أجهزة هذه النقطة سيد مصطفى أشكر حضرتك شكراً جزيلاً هذه النقطة التي نريد أن نتحدث عنها هي مو مواقف معينة لا ترتقي إلى حجم الخطر الحقيقي طبعاً نتمنى السلامة لشرطة المرور و لكل من يعملون في العراق كانوا في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص بالنهاية هم بشر لكن مستوى الأداء لا يرتقي إلى هذه الاستعراضات يجب أن يكون هناك أداء حقيقي في تحجيم دور الميليشيات في القضاء عليها و ليس فقط تحجيمها في السيطرة على السلاح المنفلت سيد مصطفى من بابل لا يشعر بالأمان هو واحد من ملايين العراقيين الذين يعيشون في نفس المعاناة ما الذي قدمه عبد الأمير الشمري وغيره؟ ما الذي حققوه للعراق من الناحية الأمنية؟ هذه الاستعراضات لن تجعل المواطن يشعر بالأمان لو لا علم من قام بالدهس بأنه فوق القانون وأنه مسنود من قبل حزب لما تجرأ على اختراق القانون بهذه الطريقة دعونا نسمع سيد أبو عبد الله من صلاح الدين تفضل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من طلع هذا الوزير يستطيع بشرط المرور نعم دعونا نقول بشغلة حلوة ومرتبة وحاسب المتهمة لأبو المرور نعم دي الآن من قلاتكم الكريمة إلى نشط الوزيرة الداخلية جو الفرجة التكتيكي يوم 6-6-23 نعم أنا من الذين أنا المريض لا يريد منه رعاة وليزيار أنا رجال مواطن فلاح من جيل فرجة التكتيكي مع صلاح الدين وقالي مرشة بـ 30 مليون نعم من قدم الدعوة يم القاضي القاضي يريد أسماء المفرزة بطلعت ليجزون أسماء المفرزة يالله خلي حاسبهم عبدالأمير رئيش المريض نعم خلي حاسبهم مدير حاسبهم أروح على باستخبارات يقول لي ما لك كل شيء قلت لجي ما لك كل شيء شلون يعني أبني استخبارات وقالي مدير شرطة خسم الدور قسم قفاء الدور يقول لي أنا موياهم وانت طلعت يامهم نفس المفرزة شون أنت موياهم وانت شاهد اسمهم عن عميد روكين هذه مثل قانون يا قانون المثل هذا يعني صراحة صراحة أنا أكو أمثلة يشوفها الإنسان بالمحيط الحوالي الدول المحيطة بالعراق أكو أمثلة بها عن أداء وزراء الداخلية يعني حقيقة للي يريد يتابع عمل وزارة الداخلية الحقيقي أنا برأي يعني شفت هذا النموذج بعيني خليه تابع عمل وزير الداخلية التركي شوفوا شلون يتعامل مع عصابات الجريمة المنظمة مع المافيات مع حملة السلاح مع المجرمين والقتلة مع تجار المخدرات حزم ما بعد حزم روحوا شوفوا عمليات كنس لعشرات أو مئات ربما من المجرمين الموجودين في دولة ملاسقة للعراق حدوديا هكذا يشعر المواطن بالأمان بهكذا أسلوب وبهكذا نهج وطبعا ليس تجميل لكنها مهمة صعبة يجب أن يكون من يعني من يتسنم هذا المنصب على قدر المسؤولية أن يتحملها وأن يؤدي الدور المطلوب منه أو المنوط به بالشكل الصحيح وزارة الداخلية مو أطلعاني بالإعلام أسوي استعراض وشوف في سبيل أنني عالجت حالة تتكرر يوميا في العراق لا كنسلي الميليشيات والمافيات الموجودة في العراق تجار المخدرات العصابات العشائر اللي تتقاتل بيناتها وهم يحملون سلاح متوسط وخفيف هذا دور وزارة الداخلية سيدة أبو عبد الله هل تعتقد بأنه خلال السنة خلال السنة من أداء حكومة محمد الشاع السوداني ووزير الداخلية حققوا أي إنجاز من الناحية الأمنية للعراقين كل إنجاز كل إنجاز محذر رجلك أنا مواطن بسيط أنا مواطن بسيط في اللحن نعم وهذا الشغل يعني لأنني يجي منتسب يجي منتسب يجي المواطن لأن المنتسب من الحاسبة نعم أنا حاسبة المنتسب هو لو يجيني بره بره الدولية مارسة وبره الهيمنة مارسة أتحدى الزر وفق حل جوي طيب شكرا سيد أبو عبد الله من صلاح الدين أن أشكر حضرتك للمشاركة ويانا السيد أبو علي من الديوانية تفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمتين مجهولتين الحافية والأمان لهم ليندعون بهل الأمان والدخ نعم أبو علي ألو أبو علي الداخلة الخطوط ألو ألو من هو ياه حاليا أسمعك فضل يا أبو علي أسمعك أبو علي فضل رحمة الله وبركاته والدية والدية يعني أحن ما أخذنا حقنا واحد بالمية رجحونا حشرة بالمية لي وراء اللي أخذ حقوقها بالعراق هم الأحزاب لا سيد الحمار يقول تتوقف حجلة الحياة لا يا سيدنا تتوقف المشاريع ماتك والبناء ما تتوقف أنا متوقف الحياتي أنا من زمان نعم بس ويا تتوقف المشاريع يا سيدنا يا سيدنا طلعتوا كلكم كذابة ما ديكم كثقة لا دولة لا الإطار ولا التيار ما حققتنا واحد بالمية بس سرقتوا كرامتنا هنتوا كرامتنا ووجعتنا ما قلنا أسرقتنا واحد بالمية صنع واحد بالمية جزاك الله خير شكرا نبو علي من الديوانية سريعا نأخذ محمد من أمريكا تفضل يا محمد قالوا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وحييك وحيي قناة الرافضين البطلة حياك عزيزي وان هو أكو أمان بالعراب حسنا من بالله لا حد هذا الشرطي مرور ما تلهم على روحها حسنا من بالله هاي سووا دعايا للعالم حتى يقول لك حاسب نفلان وعلا حسنا من بالله حيش أقفزون ما يحاسبون من دولة عدد الميليشيات تابع الإرهاب الهالكي العصابات الهالكي هؤلاء محد يقدر يحصلوا قاسمنا بالله هم كلهم عصابات من الفئر والثلاثة سووا بالعراب لا زراعة لا صناع لا صحة تشفت المستشفيات ادخلوا مي قاسمنا بالله اجناء هنا المستشفيات في أمريكا تكرمالي شراب أشرف المستشفيات والعراب قاسمنا بالله عم يدمروا الغراق هم مشخلووي يا وزير الداخل يا داخل حسين عم كلهم عصابات طيب مع تحفظي محمد بس على كيف يعني تمام شكرا محمد شكرا جزيلا بس أرجو بس يعني تنتقل ألفاظك وألفاظ تخرج أحيانا صراحة غير مناسبة وملائمة أن تطرح على الهواء سيد محمد أقدر انفعالك طبعا بس للمشاهدين الكرام أيضا بس اللي يشعر بحالة من الانفعال بس أنه يحاول يسيطر على أعصابه شوية عند التحدث على الهواء مباشرة لأنه دا يتوجه الكلام إلى عوائل إلى عراقيين في بيوتهم ومردها لألفاظ الخارجة نكمل المشاهدين الكرام وربما هذا الموضوع قد يرد على سيد مصطفى من باب الرغم أن مصطفى كان صريحا وواضحا وقال بأنه لا يشعر بالأمان في بيته في العراق لكن هذا تأكيد على المؤكد طبعا نأتي إلى ملف النزاعات العشائرية تزداد هذه النزاعات المسلحة في جنوب العراق نتيجة ضعف الحكومة وانتشار السلاح بشكل كبير وسطوة الميليشيات فضلا عن تجارة بيع السلاح التي يديرها متنفذون في الميليشيات وفي العشائر وتتصدر محافظات البصرة ذيقار ميسان وبغداد عدد النزاعات العشائرية التي تخلف ضحايا من المدنيين وتتسبب في قطع الطرق وتعطيل الأعمال إضافة إلى الخسائر المادية نتيجة استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة ففي محافظة البصرة اندلع نزاع عشائري في قضاء أب الخصيب بين عشرتين متنازعتين في وقت غابت فيه المظاهر الأمنية دعونا نشاهد دعونا نزاع عشأن مساكدين متنمي آآ دعونا ايه ولد عدنان فجوم ايه ولد عدنان ايه ايه went them 3 ايه ايه مقتل سنزل 3 ايه بعدم من هشتنا الباهدي عداد يفيدكم عفوا ردوهم الولد ردوهم تمرون مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام سبقا أكد ضابط في قيادة عمليات البصرة أن العشائر تمتلك سلاحا لا يستهان به يصل إلى السلاح المتوسط كما أن أبناء الأجهزة الأمنية هم ذاتهم أبناء العشائر وهذا ما يمنع العنصر الأمنية من تنفيذ واجباته والأوامر القضائية وتنفيذها بالشكل الصحيح وأن عددا من أفراد هذه العشائر ينتمون إلى جماعات مسلحة أو أجهزة أمنية يحتمون بها وينفذون عن طريقها أو عن طريق هذه الحماية النزاعات العشائرية طبعا في هذا السياق قتل ثلاثة أشخاص إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في حي الأندلس بقضاء الزبير في محافظة البصرة في وقت أكدت فيه مصادر محلية أن السبب يعود لثأر عشائري لنشاهد ترجمة نانسي قنقر شاهدين أن أستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع ثامر يقول أين الشرطة وين الأجهزة الأمنية أين دور الحكومة بهاء يقول للأسف شوفوا لي وين وصل بين الحال صارت الناس تقتل الناس أو ناس تقتل الناس والوضع خرج عن السيطرة والحكومة واقفة تتفرج هو هذا عراق المستقبل بالخير عليكم وهذه النقطة التي تتعلق بالحكومة سترونها في كل تعليق مشاهدين الكرام وهو السؤال الذي يوجه ما هو دور وزير الداخلية مروان يقول عند غياب القانون وضعف الدول تأكدوا أن الفوضى حية لم تموت لدينا تعليق من حسين يقول فرض القانون يحد من تكرار مثل هذه الحالات الدخيلة على المجتمع ننتقل مشاهدين إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة حين بدأت السلطات الحكومية بتشيد المجمعات السكنية قبل أعوام عدة كان الهدف المعلن هو حل أزمة السكن لكن مع تزايد أعداد المشاريع السكنية التي تروج دعايتها لحياة من الرفاهية في قلب العاصمة بغداد تتصاعد الأصوات المنادية بالتشديد في منح الرخص الاستثمارية والأراضي المميزة والرقابة على الأسعار الخيالية التي تباع بها الوحدات السكنية وكان المواطنين من أصحاب الدخل المحدود أو الدخل الضعيف والمتوسط كذلك كانوا ضحية لهذه الإعلانات بعد أن صدقها بعض المواطنين وأخذوا القروضة لشراء الوحدات السكنية والتقصيد باقي المبلغ على سنوات طويلة قبل أن يصطدموا بالشركات الإنشائية ووحداتها السكنية التي تعاني من مشاكل جمع فضلا عن التأخر في مواعيد التسليم بسبب غياب الرقابة الحكومية بعد أن تبين عائدية الكثير من هذه الشركات الاستثمارية لأحزاب ومكاتب اقتصادية تابعة للعملية السياسية أو لأحزاب العملية السياسية ومتنفذة دعونا نستمع لشهادة أصحاب الشقق في مجمع أبراج الإعطيفية السكنية بشأن ما حدث معهم أبراج الإعطيفية السكنية أطلب عفوة للتهد قد السنة في سنة موعة التسليم والمستثمر كل مرة يتوقع التجمع في المنزل شوية وشعرين يمثينا موعة الشعرين وثلاثة وهي صار أكثر مستثمر وحسا يجي نفس الحالة لا عنده موعة التسليم ولا يعرف شوف يسلمني وذيب دائما المشاكل برأس وزافة الكهرباء يقول وزافة الكهرباء مدى تبطيني كهرباء بالإضافة للكهرباء عنده هواي مشاكل زين مرحلة التسليم والتسكين من القراج من النقطة في العمارات نهاية والطالب إحنا جاتل مسؤولة ورئيس الوزراء بالخصوص لأنه هو طلع واتكلم وقال أنه آلي راح أتابع المشاريع الاستثمارية والتلكم فالطالب رئيس الوزراء اصحل هاي القضية والتدخل الشخصية لفورا من عنده نستمر مع هذا الملف مشاهدين الكرام وننتقل إلى مقطع آخر حيث صار ملايين والعراقيين يحلمون بسكن لائق يليق بالكرامة الإنسانية بينما ترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن العراقي وذلك بسبب عملية غسيل الأموال من قبل جهات وأحزاب المتنفذة عن طريق شراء الأراضي والعقارات ويبرز في هذا السياق التقصير الحكومي في إدارة ملف الاستثمار في الوحدات السكنية الذي من علاماته العديد من المشاريع الإسكانية المتلكئة كما هو حال مشروع الخالدون السكني في محافظة البصرة الذي توقف العمل فيه منذ عام 2011 وسط تساؤلات عن مصيره لنشاهد داخل المجمع الخالدون شوف بالله مو حرامات هذا المجمع أي شي متروك شوف 1400 بيت صار لهم 14 سنة متروكات شوف هاي مدرسة مدرسة كاملة متروكة البيوت شوف البناء شنون بيوت طابقين كاملات راح يأكلهم التراب والمطر وأهاليتين قسم قاعدين بجار وقسم قاعدين بالحواسم يعني مع الأسف نستعرض تعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع علي يقول وأكم مجمع هميا في حي الجامعة في محافظة البصرة العمل واقف منذ زمن بعيد تعليق لدينا من أبو حسن يقول أين محافظة البصرة من هذه المشاريع المتوقفة منذ سنين أعتقد القضية متعمدة وكل الأسئلة تجدونها عند أعلى سلطة في محافظة البصرة عبد الزهرة يقول هذا المجمع السكني شاخص منذ أكثر من عشر سنوات فقط كهيكل ولا ندري ما هو السبب والمبرر سوى الإهمال وانعدام المسؤولية والمحاسبة وهدر المال العام وعدم الاهتمام بالمواطنين وصراع الأحزاب الفاسدة فيما بينها على المكاسب على حساب مضرة الشعب وتعاسته أبو محمد يقول أكو نفس المجمع موجود في حي الجامعة قريب على ساحة السعاد في البصرة هذا أيضا تأكيد هذا ثاني تعليق يؤكد هذه المعلومة ننتقل لمشاهدين الكرام إلى فقرة إنفوغرافيك يحتفي العالم باليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من تشرين الثاني من كل عام وذلك بناء على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 54 ليكون هذا اليوم هو يوم للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم أجمع وللعمل من أجل مكافحة العنف ضد الأطفال وإهمالهم طبعا تستثمر المنظمات الدولية والمحلية هذه المناسبة للتذكير بالواقع المؤلم الذي يعيشه الطفل العراقي الذي يفتقر إلى أبسط الحقوق المزيد من التفاصيل في سياق الإنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية ترجمة نانسي قنقر 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 مشاهدين نصل إلى فقرة الهاشتاغ وسم اليوم هو قاطعها ولا تكن شريكا بالفساد هذا الوسم الذي تصدر منصة X والذي يدعو إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات في العراق عبدالله يقول يعيش العراق وسط قتل كثر ووسط لا مهنية والمهم كل المهم أن يكون لي كرسي على جماجم المصلحة العامة وأن تكون الكروش بمصلحة خاصة ولو مات العلم وعاش الجهل سالما منعما في بلد يعيش على خليج وبحيرات نفط وخيرات لا تعد ولا تحصى عمار يقول ندعو أبناء شعبنا من كل المناطق والمكونات إلى مقاطعة العملية الانتخابية الهزيلة القادمة أو الهزلية القادمة وذلك من أجل الحفاظ على سيادة البلد وحمايته من الأخطار وعدم تمكينهم مرة أخرى من ممارسة الفساد وغمط حقوق الشعب المنهوب أثير يقول يناقضون أنفسهم بترديدهم لشعار من يمتلك السلطة والمال والسلاح والذي يفوز في الانتخابات وفي هذا إقرار أن الفسادة هو محور العملية الانتخابية برمتها أفنان تقول مقاطعة الانتخابات تقلل من شرعيتها دوليا وداخليا وتقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا بهذا مشاهدين الكرام أصلوا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء